السلام عليكم في هذا الفيديو نتعلم كيف نقوم بإنشاء القوائم هذه القوائم تشغيل الفكرة هي نظيم المحتوى خصوصا بالنسبة للقنوات المحتوى تنشر الكثير من المحتوى و تصدر الكثير من المواضيع فممكن القناة ينضم ويرتب الفيديوهات على شكل بلايليست كيف تلاحظون مثلا في هذه القناة كيف تلاحظون مرتبين المحتوى ثلاثة القوائم تشغيل هذه القائمة تشغيل هناك افتراضية لأنها Preview الفيديوهات التي تضفنا في هذه القائمة تشغيل بشكل تلقائي الفيديوهات التي نقوم بها جيم او إعجاب اما القائم تشغيل ندرنا للإنشاء ثلاثة القوائم ندرنا للإنشاء قائمة تشغيل و تضيف الفيديوهات و تضيف لكما تلاحظون نضم المحتوى على شكل قوائم تشغيل كيف يمكن انضيف الفيديوهات سوف تصبح سوف يدخل في القناة سوف تتصبح المحتوى سوف تتصبح و سوف تتصبح المحتوى و سوف تتصبح ثم قائمة وتشغيل سوف تتصبح قائمة تشغيل القائمة الثانية لا توجد قائمة التشغيل القائمة الثانية سنقوم بقائمة تشغيل القائمة الثانية سوف نسخلها بطريقة اخرى ونفيد ونضمن قائمة تشغيل نفترض لنضمن هذا الفيديو ونبدأ لقائمة تشغيل القوائم الثانية قائمة تشغيل جديدة سنسمي قائمة تشغيل سنسميها مثلا شروحات عن يوتيوب سنسمي قائمة تشغيل سنسمي قائمة تشغيل وتتكلم أنه في موصة العرض عالية سنسمي قائمة انشاء كام ثم كام ثم سنسمي قائمة تشغيل ستكون نقدر قائمة تشغيل و هذا الفيديو في أعضاء فى القائمة الجديدة سننسمي القائمة التشغيل أعضاء والصفحة شغير القلم يجبون على ثلاثة النقاط فسيضا على ثلاثة النقاط سوف نخلط القرار الجيد من التحديد نخطي الفيديو سوف نضيف الفيديو وسوف نضيف الفيديو ونضيف الفيديو مضيف الديو نضيف الفيديو ثم نضيف أضافة فاوتوماتيك يجب ان يحفظ التغيير في نفس الوقت نحن ن bites لدينا صفحة القمائم التشغيل � greeting كذلك إذا طرح فوق صفحة الق pedig Одنشأت اسميها شرحات عن يوتيوب ومضمنين فيها السادية الفيديوهات فهكا ممكن ديلوا الإنشاء قوائم تشغيل وهكا ممكن تضمنوا فيديوها جديدة في قوائم تشغيل نتمنى ان شاء الله الفيديو هنا الإعجاب تلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله